كما التقى رئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بسشكيان على هامش قمة تجمع بريكسر وخلال اللقاء اتفق رئيسان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف أفاق تطوير العلاقات الثنائية كما تبدل وجهات النظر حول تطورات بالمنطقة حيث أكد رئيس السيسي أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تدعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي وفي السياق ذاته استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مصار التهديئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان مؤكدا ضرورة حجد الجهود الدولية لحفظ جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعر الرامية لاستعادة التهديئة بالمنطقة بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان